من النجف فتاة تحرق زوجة أبيها حتى الموت جريمة بشعة ذهبت رحيتها امرأة وهي من أصحاب الاحتياجات الخاصة من الصم والبوكم تحديدا متزوجة من ابن خارها صارت مشاجرة بينها وبين ابنة زوجها ابنة زوجها يعني بداية العشرينات عمرها 22-23 سنة هذه البنية سكبت النفط على زوجة الأب وحسب روايات الرحية قبل وفاتها في المستشفى شرحت لشقيقها كيف أنه تم حرقها في غرفة باقي البيت لم يصابوا بأذى لذلك كان مراسلنا من النجف الزميل محمد رزاق التقى بعائلة الضحية وتحدثونا عن هذه القصة خلونا نشوف زميل مازن نحن الآن في محافظة النجف وحالة جنائية أخرى جريمة بشعة ارتكبت في محافظة النجف الأشرف أثارت أصداء كبيرة بالأوساط المحلية بمحافظة النجف معنا شقيق المرحومة حتى نتحدث بصورة أكبر وتفاصيل أكثر عن هذه الجريمة اللي رحضة حيتها أحدى النساء بمحافظة النجف الأشرف الأخ أكرم عظم الله أجلك والبقاء في حياتك أخ أكرم شل اللي صار مع قضيات المرحومة شقيقتك حياتك الباقي أستاذ محمد أستاذ محمد أختي تعاني من نصكم خرسة لا تسمع ولا تحجي متزوجة من ابن خالي الجريمة اللي حثت باعتراف أختي بوعيها الكامل بداخل المستشفى وبحضور مركز الشرطة والمفوضين قدلت بأفادتها اللي قامت بالجريمة بنت زوجة أختي بنت زوجته مو شقيقته بنت زوجته يعني الجان الاتصال من أخو زوج أختي قال لي البيت محترق يعني ذهبت على هذا الضوء رحت للبيت ما بيش شي دخلت من باب الحوش لقيت أختي متمددة بباب الحوش كلها محترقة عبارة عن سواد وفحم يعني منظر الله لا يراوي على مسلم فالحالة جدا صعبة فأنا من صدامة فقلت أكيد يعني أكو بعض ناس محترقة أنت عبالك حريق طبيعي عسبالي حريقي يعني منزل طبيعي فصعدت أنقذ الأطفال الموجودين فصعدت لقيت ابن زوجها قلت لها منو بعد وين الأطفال قل لي لا ما حد احترق بس أختك قلت لطينة بطانية شو شنو خلى ألفها خلى أخذها يعني حد ما محترقة بصورة كاملة لا هي لم وديها المستشفى وليها بباب الحوش جيت آني لفيتها أخذتها سبحان الله ما أعذر حاشا لله يضيع حق مسلم أول ما صعدت للسيارة هي تأشر لي أنا معاشرة أعرف إشارتها قبل طبيعة إشارتها قلت لي هيتش يعني اللي تعني هي بالزوجها شمرت علي النفوط وحرقتني خذتها للمستشفى انقلتها جوا المركز المختص جوا يحققونوا ياها أنا أسألها وهم يسألوني فاستفسرت أكثر قلت للمكان الحادث وين قالت بغرفة النوم قلت للمكان الحادث وين قالت الشجار اللي صار لقيت أد بالزوجي موبايل قلت له هذا الموبايل ذبي لو راح أقل للأبوش فهي عارضتني ومانعتني يقول جابت طابوقة ضربتني بيها هالدور شمرت علي النفوط يقول اطلعت من الغرفة وقفلتها من برا يقول أنا راحت للغرفة أدقا 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 يعني ضربتها وحاصرتها بغرفتها وقفل الباب عليها بالضبط أستاذ يعني هي مو ضربتها وهي شمرت النفوط عليها ما حرقتها بعده هاي وين راحت تدق بالباب على موضي الناس تسمعها الشي غلط نار من جو الباب هاي احترقت يقول لي يعني هذا بوصفه وهذا موثقه في فيديو يقول ظلا يتدق بالباب يتدق بالباب يعني أستاذ محمد الموجودين مو عدد قليل بالبيت والبيت موت شبير ميت مترا يعني ما حد سمع ما حد شسمه من أهل البيت أقصد ما حد سمع من أهل البيت يعني ابن زوجها ومرت ابنه وبناته وشسمه أخوه موجود ومرت أخوه موجودة زين أنتو ليش ما أسعفتوها المتهمة طريقة انقل قبض عليها وين موقفها شون حالتها لا طريقة ما حد انقل قبض عليها بالنسبة لمطالب مطالب مجتمع كامل الحالات اللي جايز صير بالمجتمع خطيرة الدرجة يعني احنا ما عدنا هش حالات خاصة بالعراق احنا مجتمع متدين مجتمع أصحاب عروف توصل مرحلة يتتمثل بجثة داخل بيت ما كوي شيء أنا الأرجو من القضاء العادل المتمثيل بقض محكمة استئناف النجف الحكومة المركزية قائد شرطة النجف في المحافظ اريد متابعة شخصية من معالي رئيس الوزراء لان القضية ما تخصني شخصيا آني لا تسمع لا تسمع لا تحت شيء انت تتجي تعاقبها بهي جريمة بشعة تجي تحبسها وتمثل بجثتها اشتركوا في القناة